وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرنا معك هذه الدائرة تحيط بمجموعة ما أحل الله للنبي من النساء واضح الفرق بينهم وبين أي مؤمنين من المؤمنين فالمؤمنين لا يوجد عندهم محرم من عامة النساء ولا عامة الإمام بينما النبي له دائرة ضيقة من المحللات فنلاحب أن النبي قد ضيق عليه في عامة النساء فهن غير محللات له ما عدا النساء التي كنا زوجات له قبل نزول الآية كذلك الأمر ينطبق على الإمام فأي أمة من غير الفي هي غير محللة له وأي امرأة أمة من الفي ولكن غير ملك يمينه فهي غير محللة له بحسب الآية ما حرم على النبي من النساء هن كل امرأة حرة لم تكن زوجة للنبي قبل نزول الآية وكل أمة ليست من الفي وكل أمة من الفي ولكن لم تكن مملوكة للنبي قبل نزول الآية قرر النبي أن ينفصل عن كل زوجاته السابقات هكذا فما الذي تبقى له من المحللات؟ والإجابة واضحة التي سوف يتبقين له هن كل النساء من أقاربه من العمي والخال وكذلك كل ملك يمينه مما أفاء الله عليه حصرا وكذلك كل امرأة من عمّة النساء إن وهبت نفسها للنبي إن وهبت نفسها للنبي هذه دائرة تمثل نطاق النساء المحللات للنبي ومن ذلك سوف نستخلص ملاحظات مهمة لاحظ أن النبي لا يحل له التحرك لنكاح أي امرأة المقصود أنه عندما يفكر في نكاح امرأة فأين يحل له التوجه بنفسه لهذا النكاح؟ أول شيء نستطيع أن نفهم أنه لا يحل له أن يتحرك ولا يرغب ولا يتمنى ولا يريد أن يذهب إلى الفئتين من عمّة النساء ولا من عمّة الإمام فهو ممنوع من الذهاب إليهم الحركة المباحة له هي فقط باتجاه أقاربه من بنات العم والخال وكذلك من ملك يمينه مما أفاء الله عليه أما فكرة المرأة التي قد تهب نفسها للنبي فهي فكرة قد تحصل وقد لا تحصل لأنها تتعلق بالمرأة هل تختار لنفسها أن تدخل ضمن نطاق المحللات للنبي أو لا فإن حصلت فهي حالة قد يتعامل معها النبي وإن لم تحصل وهذا ما قد يكون في الواقع فنستطيع أن نعلم بأن خيارات النبي مضيقة جدا ليس له خيارات كثيرة كما هو مباح لبقية المحللات لا يعني في طرن السابقة اللي أنا قابل كتاب اللي قابلها في شرع يهود كان الرجل اللي تزوجه من بنت أخيه من بنت أخيه من بنت أخيه وكانها تزوجه من بنت أخيه ده في شرع يهود حتى تبصت نفسك في نموس على الإسلام ده بتاعي حالات غريبة في المسائل ديه يبنتوش بالنخوه والنخوش بالنخوش بالنخوش والكلب في شرع النصارة ينجيل يختلف في عكسة عكس الخاص كأن الرجل لا تفاجع المرع القريبة منهم إلا إذا كان بينهما مسافة سبعة قدود ما نفعش يجب التعامل ولا يجب التفاق لازم يفصل بهم إيه السابعة قدود يعني تقمعين عنهم جدا وطبعا الإسلام ده الله أعلى وكذلك أشعالاتهم هم تنهر عادة وسط عادة لكده الإفراط والتفريط الإفراط النصر والتفريط فقالت علي ودنات دي بنات العام دي بطاق القيامل قالت الحشية ثلاثة الحوائشة اللي هم الغائمة على الجامل أخباتك دي الحشية القوية تركة الفن ولاد أخباتك بالحشية الثالية ما ينفعش تتجوز بالحشية القوة ولا ينفع تتجوز بالحشية الثالية وأولاد أعمامك دي الحشية ايه؟ التلت الدخم الحشية التلت فعشان كنا فلو وبناتي عامك وبناتي عاماتك وبناتي خالكة وبناتي خالاتك فإحنا ثمنا تجوز من الغائب نعم زيانة عايزة مش عايب خير التعمل تعمل التخالف مش عايب لأيدي خالف لكن دي العادة فرحة والسلام ربينا فرحة والسلام وحطانه من التلت خاصة للتلت اللي هو ايه؟ اللتي هاجاتوا منها معك علشان يا رسول الله تتجوز بحدة من مولاد اعمامك لازم تكون هجرت طب معك دي معناها ايه؟ معك مش عامة المسؤولة عن هجر معك نفس النقلة والنبع عليه الصلاة والسلام للمهاجئ وهو في اسماء الرجلة كان بكاء من لهم والنبع عليه الصلاة والسلام أو بكر عامل مفاهيم فكلمة معك مش معناها ومصحدة ده معناها تي احلى شارط معك الى المدينة عايب ستكون مفاهيمة بس لم يتزوج النبي فوق الطاوع عليه الصلاة والسلام هو الى الرحيدة من أطارك خلص حتى السيدنا عادي بنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرنا معك التي هاجرنا معك يعني الهاجر معالي المدينة طب بنات عمه وبنات خاله وبنات خالاته اللي ما هاجروش حتى لو اسلامه لا يصح له ان يتزوجهن طب الحبيب فور اسلام ينفع الجوز بنات عمه وبنات خاله وبنات خالاته سواء هاجره ولا ما هاجروش ينفع يبقى الله أياه بيأت ألا وسعت التي هاجرنا معك يبقى الله أياه بيأت وألا وسعت بيأت أعاً أينك مسلم أيّ مؤمن في وقت النبي عليه الصلاة والسلام كان له أن يتزوج ماشاء من بنات عماته وبنات خالاته من بنات عمه وسهل وبنات خاله ويسيح فتح؟ التي هاجرنا معك النبي بقى مشترط عليه في الآية التي هاجرنا معك جميل وابنات عماتك وابنات خالك وابنات خالاتك التي هاجرنا معك يبقى ديات عليه ولا وسعت يأي خطه في أصناف من النساء في حين وصع على باقي المؤمنين أن يتزوجوا من هذه الأصناف وغيرها في الآية ديات على النبي عليه الصلاة والسلام مش وسعت ديات في موضعين الأولاني أنها اشترت امرأة مؤمنة في حين أبيحة لغير المسلم أن يتزوج من الكتابي ماشي والآية اشترت بنات عمه وبنات عماته وبنات خاله وبنات خالاته التي هاجرنا معه التي هاجرنا معه في حين أباحك للمسلمين أن يتزوج من بنت عمه بانتخاله وبانتخالته سواء هاجرت معهم ما هاجرتش سواء كانت مسلمة أو كتابية سواء كانت مسلمة أو كتابية إنما مع النبي لازم اللي هاجروا معاه لكنه بنت عم أبي بكر كتابية وعراد أن يتزوجها له ذلك لبالآه ديعت ولا وسعت خطب بالتعمل اللي في مكة وخدها وراح بها المدينة ينفع أو لا ينفعش ينفع أو لا ينفعش ينفع أو لا ينفعش ينفع طب لو النبي عليه الصلاة والسلام حب يعمل كده يحل له ذلك أم لا يحل له ذلك لو النبي حب يعمل كده يحل له ذلك أم لا يحل له ذلك لا لا يحل ليه بقى اسمع لأن في بنات عمه وبنات عماته وبنات خاله وبنات خالاته مشترط التي هاجرنا معك والله هروح يجيبها من مكة ما هاجرتش أهل التي هاجرنا معك بل نعيز الصبح إن المسلمين موسع عليهم لم يهاجر مع النبي عليه الصلاة والسلام من بنات عمه وبنات عمه لم يهاجر مع النبي عليه الصلاة والسلام من بنات عمه وبنات عماته وبنات خاله وبنات خالاته أحد إلا السيدة صفية ودي كانت عمته وما كانش عند عمته صفية بنات وكان بنتها زينب بنت جحش وزينب بنت جحش كانت أنا ذاك صغيرة وزوجها لزيد بن حارسة يعني عايزة أقوله لك إن حتى اللي هاجروا معاه ما يتعدوش ثلاثة أربعة لكن حتى لو اللي هاجروا معاه دول ألف لو اللي هاجروا معاه دول ألف لا يحل له من بنات عمه وبنات عماته وبنات خاله وبنات خالاته إلا التي هاجرنا معه يبقى الآية كده رغم سماحها لكل المسلمين أن يتزوجوا كل بنات عمهم وبنات عماته وبنات خاله وبنات خالاتهم جاد في النبي عليه الصلاة و السلام ولا يحل للنبي عليه الصلاة و السلام أن يتزوج إلا من هاجرنا معا لك تزوجها ابو بكر يحل له ام لا يحل سواء دي كانت في مكة هاجروا معاه وتمانية ما هاجروش واراد ان يتزوج من هؤلاء العشر هل يحل له ام لا يحل له الجواب بالاجماع يحل له طب لو كان من العاشرة دول كمان خمسة كتابيات يحل له طب النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل له الا من هاجرنا معه وده نص الاية ان الاجماع على انها ضيقت على النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المقام وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرنا معك جات في المقام ده مقام الارايب وديقت على النبي عليه الصلاة والسلام ما لم تضيقه على غيره وبهكنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرنا معك هنا ديقت على النبي في اللي فات اللي للنبي لغيره ما فيش توسعه ولا حاجة فدية ديقت على النبي عليه الصلاة والسلام لانهم لازم يكونوا هاجروا معاه يعني مؤمنات وهجرنا معه في حين ان اي حد عبدالله ابن السلام كان يهوديا مش كده يا اخوة عبدالله ابن السلام رضي الله عنه كان يهوديا قبل ان يسلم صح جميل لو عبدالله ابن السلام اراد ان يتزوج بعد ان اسلم بنت عم اليهودية اهلها جرت معاه ولا اسلمت اصلا يباح له شرعا ولا لا يباح يباح يصح جميل يصح طب لو اراد النبي ان يتزوج من ابن عم من ابن عمة له يهودية او نصرانية لا يصح ذلك يبا الآن دا يأت على النبي عليه الصلاة والسلام في حين أنها موسعة على غيره